ازاياكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا كويسين النهاردة هنعمل الشريك أو الفريسكة حسب ما بتسموها احنا بنسميها فريسكة يعني انتو شوفوا بقى بتسموها ايه؟ المهم ان احنا هنعملها النهاردة شايفينها بقى طريقة ازاي وعملة زي القطن كده حلوة جدا والعجينة بتاعتها جميلة قوي والتسوية بتاعتها حلوة جدا والوحدة خفيفة يعني مش تقيلة شايفينها بقى عاملة ازاي والتسوية وعملة زي القطني كدة زي ما قلت لكم ومقدرها سهلة خالص نهاردة انا هعمل كيلو دقيق حابين انتوا تعملوا مثلا نص الكمية او تزودوا براحتكم عندي كيلو دقيق عندي كوبايتين لابن دافي انا عارفة ان لضقيق بتاعي بياخد كوبايتين انتوا مش عارفين نوع الروض بتاعكم بياخد تشرقا اخدوا شوية بس اختبروا بهم الخميرة والباقي حتوه وانتوا بتعجلوا لكن انا عارفة ان لضقيق بتاعي ياخد كوبايتين والدقيق لجميع الاغراض دي اهم حاجة ان هو يكون دقيق لجميع الاغراض حطيت الكوبايتين لبن دافي وحطيت نص كوباية سكر وحطيت كيس الخميرة يعني معلقة كبيرة وهركينهم على جنب لحد ما الخميرة تتفعل علشان اتأكد بس منها ده كيلو الدقيق حطيت عليه نص معلقة بيكينج بودر واحط زرة ملح دي كده المواد الجفة حطتها والباقي بقى احطه على بعضه لما الخميرة بتاعتي تتفعل طريقتها سهلة جدا ودي اسهل طريقة لها يعني وفي ناس مش حابة تعجن بلبن ممكن بمية وتحط لبن بودر بس هو اللبن كويس يعني كيلو الدقيق بحط نص كوباية زيت على نص كوباية سمنة ممكن تعملوها بزيت بس بس السمنة بتدي طعم طبعا بيكون احسن كده حطيت اللبن والسكر نص كوباية سكر واللبن والخميرة وحطيت بعد ما الخميرة تفعلت حطيت السمنة واحط بيضة ممكن تحطه بيتين بس انا بحط واحدة بس كفاية مش بحب ان انا اكطر في البيض وبعد كده هقوم حط الفانيليا طبعا علشان خاطر البيض حابين بقى تحطوا فانيليا سيلة فانيليا بودر مش هتفرق يعني البيضة دي بتدي برضو الطعمها مش بيبان خالص بس بتدي نتيجة كويسة جدا وبقلب كده كله مع بعضه واقولكو على معلقة برضو بتخليه من جوه هش وعمل زي يعني الوزن الوحدة بيبقى خفيف مش بيبقى مكتوم كده ومش حلو يعني انا اقولكو بأسراره كله وان شاء الله ينجح معاكم من اول مرة لو لسه يعني اول مرة حد يعمله ده بقى بتاع زمان بتاع جدتي وكده يعني وحطيت معلقة الخل دي بقى السر بقى بتخليه كده هش ولونه فاتح من جوه كده وبتخليه حلو جدا جربوه هو اصلا الخل بيبقى محسن للمعجنات بعد كده خلاص قلبت الخليط كله هبدأ ان انا حطه على دقيق وهعجل يعني انا حطيت كل حاجة مع بعضها كده كله على بعضه وبعد كده بنزل بيه على الدقيق الطريقة دي بتبقى سهلة جدا انتو زي ما قلتلكم مش عارفين نوع الدقيق بتاعكو بياخد لبن قد ايه او مية قد ايه حطوا اللبن واحدة واحدة لكن انا علشان عارفة ان هو بياخد كبايتين فحطتهم من الاول وببدأ بقى ان انا عجل لحد ما العجينة تتلم معايا اعجنوه كويس برضو لان كل ما بتعجنوه كويس كل ما بيديكو نتيجة احسن العجينة بتاعته بتبقى قريبة كده من عجنت السينابون العجينة بقى شايفينها عاملة ازاي لمت كده بس لسه برضو هديها كام عجنة تاني كده على الرخامة علشان انا مكنتش عارفة عجينها كويس في الطبق العجينة ملمسها طري جدا وناعم حلوة قوي ولازم تكون فيها سن التلزيق شوية علشان لو هي ناشفة هيطلع معاكم ناشف خلاص بقى كده انا لمتها وحطها تخمر حوالي بقى ساعة ساعة ونص لان الجو ساعة بغطيها وبسيبها في مكان دافي خلاص كده هي خمرت شايفينها بقى عاملة ازاي بخرج بقى الهوى منها وهنبدأ بقى ايه ان انا اعملها كور على حسب بقى الحجم اللي انتوا عايزين الواحدة كبيرة واحدة صغيرة انا بعملها كبيرة شوية بكورها كده زي ما انتم شايفين يعني الطريقة سهلة جدا ومش تاخد منك وقت شايفين بقى العجينة عاملة زي انا كنت بقى ورها لكم طرية طرية ونعمة جدا حلوة قوي بعملهم بقى كلهم كور وبسيبهم ويرتحوا تاني نص ساعة دي برضو من الحاجات اللي بتخليه مورق من جوه وبتخليه هش كده وخفيف باخد واحدة واحدة يعني انا بعد ما كورت وسبت وكده نص ساعة كمان يخمر وبنبدأ بقى ان احنا نعملها كده رول وحاولوا ان انتم اديكوا تبقى سوا واحد وما تخلاش لرفيعة قوي ولا تخينة قوي وببدأ بقى ان انا لفها كده على شكل الحلزونة فيه يعني ممكن تعمله كده طريقة للتشكيل بس ده الشكل المتعرف عليه وباجي بقى عند الطرف الاخير بقوم حطال تحت علشان مع التخمير هيفك لو انا ما يعني بتزيله كده ببطته كده وبقوم حطها تحتها وبعد كده بيبقى عندي سنية مدهونة زيت بسيط قوي بقوم حطهم فيه وبكمل الباقي برضو بنفس الطريقة ببرومه كده وبعد كده بقوم لفها على شكل الحلزونة زي ما قلتلكم يعني انا بحب بطريقة تشكيله زي جدا بتخلص بسرعة وسهلة يعني حلوة قوي هنعمله بقى النهاردة بالسكر ممكن انتم يعني حبين وسادة ما ترشوش عليه سكر من فوق وزي ما انتم شايفين كده بقوم الحتة الاخيرة زي بقوم حطها من تحت بعد ما شكلته كله بقوم سايباه يخمر تاني لحد ما الحجم بتاعه يتضعف علشان بس ايه يبقى خفيف وهش من جوه ما يبقاش مكتوم كده وتقيل احنا مش بنحبه كده يعني انا بسيبه يخمر 3 مرات المرة الاولى والمرة بعد ما بعمله كور والمرة بعد ما بشكله يعني ساعة اول مرة نص ساعة نص ساعة ممكن بقى تدهنه بيت بس انا ما بحبش اي معجنات هدهنها بالبيت فعندي مشكلة مع البيت بحبش هدهن المعجنات خالص بالبيت المهم حطيت معلقة سمنة ومعلقة لبن بودر ورشة نسكافيه وقمت حط عليهم حبت حوالي 3 معلق مية كده بقم مقلبة الخليط وبقم دهنة بالوش بيدي برضو لون حلو جدا والسمنة دي اختياري بس انا بحب ان انا حطها بتدي طعم وبتدي لمعة بسيطة النقاط دي من النسكافيه علشان ما حدش بس يقول انه قدي وطعمه مش بيبان خالص وبعد كده بنقوم رشين السكر هو احلى حاجة ان هو يكون بالسكر حابين بقى ترش قرفة ممكن بس هو بالسكر بيبقى حلو مش حابين ترش عليه خالص برضو ما فيش اي مشكلة حسب اللي انتوا عايزينه انا وانا برش عليه السكر وبدهن وشه مشغل الفرن على درجة حرارة 200 علشان يسخن بس قبل ما حطه وبقوم حطه في الرف اللي في النص اول ما بياخد لون دهبي خفيف كده من تحت بقوم مشغله عليه الشوية وخلي بالكم ما تخلوش ياخد لون من تحت جامد لان هو لسه بياخد لون لما تيجوا تشغله عليه الشوية فاول ما ياخد لون دهبي خفيف كده اطفع عليه وشغله الشوية شايفين بقى طالع عامل ازاي؟ حلو جدا وخلو بالكم ان السكر ده بيتكرمل فعلشان بس ما يتحرقش فاول ما ياخد لون دهبي خفيف تقوموا طفين ومشغلين الشوية شايفينه بقى عامل ازاي من جوه؟ ومفتح مش مكتوم ولا معجن ولا اي حاجة جميل قوي والتسويب بتاعته حلو جدا جربوه بالطريقة دي سهل والشتة بقى عايزة المعجنات دي فبيبقى حلو جدا وتاني يوم كمان السكر ده زي ما يكون كده بيدوب وبيتزيله لمعة حلوة جدا السكر يعني ما بيبقاش زي اول ما بيطلع واول ما بيطلع بقوم كده انا مغطية خمس دقايق بس لان المعجنات بيبقى الوش بتاعها اول ما بيطلع ناشف شوي فاجربوه بالطريقة دي وان شاء الله لطريقة بتاعتي تعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد اشتركوا في القناة